ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة من الفضائية التشادية ترأس صباح اليوم عمدة بلدية الدائرة السابعة ميكايل جبريل أحمد أعمال الدورة الختامية التي نظمت لصالح شباب الدائرة حول إنشاء المشاريع الصغيرة محردين عبدالشاف الدود والتفاصيل بعد خمسة أيام مضت من إنعيقاد الدورة التدريبية التي نظمتها بلدية الدائرة السابعة بالتعاون مع المكتب الوطني لتطوير العمل وإنشاء المشاريع الصغيرة وكيفية البحث عن التقنيات الحديثة لإعداد المشاريع فقد قدم المشاركون التوصيات إلى الجهات المختصة طالبوا فيها بمزيد من الدعم وإقامة الدورات التدريبية من أجل محاربة الفاقة والبطالة في وسط المجتمع عمدة بلدية الدائرة السابعة ميكايل جبريل أحمد أشار إلى أهمية الدورة الفنية التي وضعت لرفاهية السكان قصة الرفع كفاءة الشباب ومهاراتهم الفنية والمهنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد زودنا الشباب بمؤهلات مهنية تساعدهم على اكتفائهم الذاتي وترقية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية لأن التدريب الناجح هو وعد لمستخدر أفضل تبقى الإشارة إلى أن الدورة التدريبية لصالح الشباب حول تقنيات إنشاء المشاريع الصغيرة وفنون البحث عن العمل استمرت قمسة أيام وفي نهاية الدورة وزعت شهادات تقديرية للمشاركين البالغ عددهم أربعين مشاركا ومشاركة حضرت صباح اليوم عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبدالله حملة التوعية ضد العنف والإرهاب التي نظمتها الجمعية الشادية من أجل تطوير المبادرات التي شارك فيها عدد من قادة المجتمع المدني والطلاب بهدف توعيتهم عن مخاطر الإرهاب محمد طاهر صالح والتفاصيل بهذه اللقطات المسرحية التي تنبذ العنف والإرهاب والتطرف وتدعو إلى التسامح والمحبة ما أخذ الحيطة والحذر من كل داخل أو مشبوه وبناء على هذا انطلقت فعاليات أنشطة الجمعية الكادية من أجل تطوير المبادرات بحملة توعية لقادة المجتمع المدني ومدراء المدارس وطلابها حول ظاهرة الإرهاب التي أخذت عنوانا بارزا وهو مشروع تقوية مصالحة المجتمعات وحسها ضد التخلف والعنف في الأوساط الشبابية والنزاعات بين المجتمعات رئيس الجمعية الكادية من أجل تطوير المبادرات تأسير جيرانوجي أوضها أهداف الجمعية وما تصب إليه أجل فض النزاعات ومبادراتها الفردية والجماعية بجانب الحكومة سيما في الوسط الشبابي والمدرسي بالإضافة إلى القيام بعدد من الأنشطة التوعوية بغياد إيجاد أرضية تسع الجميع عبر الحوار والتسامح ونبز العنف ومحاربة الإرهاب عمدت بلدية الدائرة السامنة فاطمة يحيى عبداللهي لدى افتتاحها عمال أنشطة الجمعية قالت على المنظمات الشبابية وقادة المجتمع المدني القيام بجهود جبارة لمساعدة الحكومة في مساعيها لإحلال السلام وبسط الأمن محاربة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية كما أشادت بجهود الشباب بهذه البادرة وتوعيتها بشتى السبل يدير بالذكر أن الحملة التوعوية تستمر في نهجها استقطاب أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع للتعميم الفائدة كما اختتم تعمال الدولة التدريبية للشباب في مجال البناء والكهرباء وميكانيكا السيارات والتي نظمها المركز الفني للتدريب والصيانة وذلك بتمويل من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني مونة حسن سكاي الدورات التدريبية لها أهمية كبيرة للعاملين في الأقصام العامة والخاصة في هذا العصر بحيث أننا في حاجة ماسة لتطوير المهارات وعلوم ومعارف جديدة وبهذا القصوص فقد قام المركز الفني لتدريب والصيانة لتدريب الشباب وتأهيلهم وتزويدهم بمعلومات وخضرات جيدة خاصة في مجال البناء والكهرباء وميكانيكا السيارات بتمويل من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني فونابا في الكلمة الافتتاهية للمناسبة التي ألقاها مدير المركز الفني لتدريب والصيانة قال في هديثه إنه خلال هذه الدورة تلقى المشاركون مختلف المحارات وقزى إجراء عملية الصيانة الشاملة في مجال الكهرباء والميكانيكا وأيضا القيام بعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة لأجهز الكهرباء المنزلية وتزويدهم بكل الإمكانيات اللازمة لنزول إلى سوق الأمل مدير صندوق الوطني لدعم التدريب المهني أحمد القدر علي فاضل هث المشاركين على ضرورة وزيادة الخبرات المعرفية وتنمية المهارات المهنية ولسعي إلى حل مشكلة البطالة والفقر المتفشي بين أوصات الشباب هذا وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات تقديرية للمشاركين وللإشارة إنه قد شارك في هذه الدورة 172 مشاركا والتي استمرت لمدة 19 شهر